السلام عليكم. اهلا بكم في كون بيم كلاب. ادخل على الفيسبوك انضم الكلاب. اكتب في السرش بوكس. كون مسافة بيم مسافة كلاب. وده الوحيد اللي هيطلع لك لان حتى الان هو الوحيد اللي بالاسم ده. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على كام حاجة مهمة. ووارده زي ما عودتكم ان شاء الله مش هطول عليه. اول نشاط عملنا اليوم الجمعة اللي فاتت. عملنا فوتينج. كان فيه عندنا 12 اوبشنز. اه صوت عليهم 348 واحد من اللي شاهدوا البوسط. طبعا كان متوقع اغلب الناس اختاروا ال 3D ايميجينج اللي هنركز فيه على ال CBCD. دي كانت تقريبا واحد وعشرين في المية. انا اتبسطت من حاجتين ان ال Back to Basics لقيت ناس اختاروها. وان ال Practical Intral Oral Imaging ازاي تحقق اقصى استفادة من الحاجات الكلاسيك القديمة. ففعلا فيه ناس اختاروها. وياري اسئلة كتير جدا على موضوع. فهو ليه فيه كان من ضمن ال 12 اوبشنز بيتكلم على ايه علاقتها بال ايه علاقتها بالموضوع وال والحاجات دي كلها. تعت خلال الفترة اللي فات الكام يوم اللي فاتوا دول بفكر ازاي اعرف ادخل اختيارات الناس كلها مع بعض. وفي نفس الوقت ابين لهم ان ليه لكم تحاطط من ضمن ال اوبشنز. ان شاء الله التوبك اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة هيكون بيجمع بين الاربع حاجات دول. اكتر تلات حاجات الناس اختارتها. مع تفسير لايه المقصود بفيلير ازا بارت ساكسس. دعالوا نشوف مع بعض. طبعا من اكتر الحاجات اللي بتوضح لنا وبتجمع مجموعة من الحاجات مع بعض هو موضوع الامبلانس. اهنا هناخد فيه موضوع صغير جدا اللي هو الامجينج فور ايمبلانس كومبونانس. عشان نبقى كلنا في نفس المستوى فيه مقدمة كده ضرورية. حلينا نتكلم على خمس نوعات اساسية عشان نقدر نتكلم بعدين على الجزء بتاعي العشعة. ايه المقصود بامبلانس كومبونانس? فيه حاجات كتير بتركب على الامبلانس. زي الكافر سكرور. الاباتمنت بانواحة بقى. سواء كانت ستوك اباتمنت كاستمايز اباتمنت مالتيونت اباتمنت. فيه عندنا الطاي بيز. فيه عندنا جنجفال فورمار. فيه عندنا الاسكان بادي. فيه عندنا الامبلشان كوبينج. حاجات كتيرة جدا بتركب على الامبلانس. فبنسميهم ايمبلانت كومبونانس. طيب ايه المقصود بالفت والمسفت? اي حاجة بتركب على الامبلانس لازم تركب في مكانها المزبوط. مكانها المزبوط ده بيحقق حاجات كتيرة جدا ابسطها ان دايما لما هتفك وتركب هتركب دايما في نفس المكان. وهيحقق الغرض اللي انت عايز تركب الكمبونانس ده عشان خطره. لو الحاجة مكانتش ركبة في مكانها المزبوط دي اسمها مسفت. ركبة في مكانها المزبوط اسمها فت. طبعا الكلام داي يتكلم فيه اكتر اللي هما متخصصين في التركيبات او متخصصين في كزا نقطة في عالم الامبلانت انتو عارفين ان هو ان هي مجموعة من التخاصفات دخلة مع بعض. بس الهدف دلوقتي ان احنا بس نباين مجموعة من معلومات عشان لما نتكلم على الجزء اللي خاص بالاشعة فيها يبقى كلنا عندنا نفس المعلومة. هالمهم موضوع الفت والمسفت? طبعا ده في غاية الاهمية. ليه? خلينا نضرب مثال. تخيل مركبش في مكانه المزبوط. واخدت مقاس على هذا الاساس. راحت الحاجات للمعمل ركب لك حاجات. جاب لك حاجات اقصد. يا اما مش هتركب. يا اما مش هتركب باسف. يا اما هيبقى فيها مشاكل. قصص كبيرة جدا سببها بس انك ما عملتش اشعة تتشك ان الحاجات ركبة في مكانها صح ولا لا. لو عندك طرق تانية غير الاشعة عاملها. بس في حاجات مش هتقدر تتشك ان هي ركبة في مكانها مزبوط ولا لا. الا لما تكون في غاية الاهمية. تخيل مسلا مسلا بعد ما ركبت يوم الجراحة وركبت وما كانش تركب بالاخر. معرض ان الكافر سكرو ده يفك. تخيل بقى لو البيشنت راح لدكتور تاني والدكتور بقى ما كانش امين وقال له بقى ده الامبلانت وقعت او هو اصلا البيشنت نفسه بيفتكر ان ده الامبلانت هي اللي وقعت. طيب افرد الكافر سكرو ما وقعش. مجرد وجود مسافة هتشجع على حدوث جايز يحصل ولو منت ما عندكش الانفكشن اللي حصلت دي هتعمل كريستال بولوس بتدخلك في مشاكل كثيرة. جاست انك ما عملتش ريديو جرافك تتطمن بس ان كل حاجة في مكانك. طيب في اني فيز انا محتاج اعمل التشيكينج على الكمبوننت فت او المسفت. الموضوع ليه اجابة واحدة وصريحة. at least in every time your hand is using a screwdriver. في اي وقت اي وقت اي وقت ايدك هتمسك screwdriver عشان تربط وتفك حاجة علي علاقة بالامبلانت. لابا انت محتاج تتشيك على الكمبوننت فت. لو عندك طرق تانية غير الاشعة هستخدمها في حاجات مش هينفع تتشيك الفت والمسفت اللي عن طريق الاشعة. ايجي السؤال المهم? هنستخدم انهيد انت الامجينج تكنيك. بما ان انا في كونبيم كلاب فخلينا نبدأ بحبيبنا الكمبيم كومبيوت التموغرافي. اللي زي ما ليه موايزات كتير دي برضو عيوب ولميتيشنز. واحد هزيه الليميتيشنز واحد هزيه العيوب. طبعا الميتاليك ارتفاكت. حوالين الامبلانت بنلاقي ارتفاكت. وطبعا لو جينا نقيم الامبلانت من جوه. احنا مش عارفين نفرق من الامبلانت بادي من الاباتمنت. ما بقاش اي حاجة عندنا واضحة. فشيء اساسي اي اجاب سغيره هتختفي. وطبعا انك تعملها عشان تشوف الكمبوننت فت. وعندك بدايل تانية. من الاخر كده اوعى تستخدم الكمبيم سي تي عشان تشوف الكمبوننت فت ولا مش فت. مش هتشوف اللي انت عاوزه. ممكن حاجات تانية كمان. بالتالي ده تهيقات واحنا عاوزين true imaging. مش imagination كده وخلاصة. هنا بقى هيجي دور الكتاب ده. سمنتشان دينتال امبلانتولوجي. ان افدانس باست جايد. الكتاب ده اعتقد بالوقتي حاليا هتلاقوه فري يعني اللي يدخل على اونلاين ودور عليه هيلاقي نازل فري. اخدت منه الصورة اللي على الشمال دي والصورة اللي علي منه. ليه بقى؟ تعالوا نتكلم. احنا عاوزين نتكلم على from failure to success. تعالوا نشوفه نطبق الكلام ده. اول قاعدة عندنا يشود no the failure to avoid. يعني ايه الكلام ده. احنا دلوقتي عارفين ان احنا عاوزين نعمل الاشعة. ولازم الاشعة دي تطلع مظبوطة. عشان to detect ازا كان في gap. يعني الكمبوننت ده. مش fit مع الكمبوننت ده. احنا عندنا قاعدة مهمة ان لازم الاشعة تكون متصورة صح. عشان اعرف اطلع منها داتة صح. عاوز اصدمك بقى. ان الصورة دي والصورة دي هم هم لنفس الحالة بالزبط. يعني كان في الواقع في جاب وفي الصورة دي احنا مش شايفين الجاب. هنا يجي السؤال التاني. ازاي تعمل لفلير? ليه? عشان انت لما تعمل لفلير تعرف ان فيه فلير? هتقدر تعملو لكن لو بالنسبة لك الصورة دي خلاص تمام. فانت مش عارف ان الصورة دي فيها فلير? هتقول خلاص والكمبوننت هنا ركبة تمام. ما فيش اي ايجاب وكل حاجة زي الفل ممكن تنزلها كمان على السوشيال ميديا والناس يقولولك الله ينور وتهيص بقى. لكن لازم يقعندك قواعد لمعرفة الفلير. ليه? عشان نعرف نصلحه. يبقى اول حاجة بنبقى عارفين يعني ايه فلير? عشان توافويد. والتاني حاجة لازم توديتكت زا فلير توكوريكت. في موضوع الامبلانت الموضوع سهل جدا. كل امبلانت لها البصمة بتاعتها ولها الشكل المميز. لما تلاقي مثلا بتاعت الامبلانت شارب ووضحة. ونتعارف الديزاين بتاعت الامبلانت سيستم اللي اتشغل بيه. بالتالي الصورة دي صح. لكن لو لقيتها بليرد يبقى الصورة دي غلط. يبقى انت عرفت ان هنا في مشكلة فيه فلير هنا. لازم تعيد الصورة. لازم تعمل لها يبقى في حالة الامبلانت لو لقيت الامبلانت ديزاين والثريدز كده بليرد. يبقى الصورة دي غلط. لازم تعيدها. لقيتهم شارب. يبقى الصورة صح. ينفع طلع منها داتي. اما الصورة دي فلازم تتعاد. لازم يحصل لها كوريكشن. هنا ندخل على القاعدة التالتة والرابعة. ازاي توكوريكت? انت طلعت معاك الصورة دي. اوتو كوريكت. الموضوع في الامبلانت برضو سهل جدا. هتعمل ايه? تقدر تشوف الطول بتاع الزرعة. الزرعة طولها قد ايه? على القشعة لو انت عندك ديجتال سيستم. فالموضوع بسيط جدا. هتجيب المصطرة وتقول ايه اسم الاول هنا لحد هنا. طلعت دي عشرة ميلي. بس انت كنت حطيت زرعة اربعة عشر. ده معناها ان الصورة فيها شورتني. ولنفترض ان هي طلعت اربعة عشر. بس انت كنت حطيت زرعة عشرة. معناها ان الصورة فيها الونجيشن. نرجع بقى للبايزيكس بقى. ايه اللي بيخلي يحصل الونجيشن? وايه اللي بيخلي يحصل شورتنينج? دايما بشرح الموضوع ده عن طريق مسال سهل قوي. انت لو بصيت من البالاكونة في الدور الاول على حد ماشي في الشارع. هتشوف الطول معين. لو طلعت للدور العاشر وبصيت من البالاكونة هتلاقيه قصير. بالتالي الزاوية كل ما تزيد كل ما الحاجة بتقصر. والعكس صحيح. الزاوية كل ما تقل كل ما الحاجة تطول. تعالوا نطبق القعدة دي. لو انت لقيت الامبلانت صورة الامبلانت تسيارة فيها شورتنينج. يعني انت مثلا كنت حط امبلانت اربعتاشر ولقيتها في صورة الاشعة عشرة. يبقى معناها ان حصل فيها شورتنينج. الشورتنينج سببه زي ما قلنا ان انت بصيب من فوق قوي. من زاوية عالية جدا. بالتالي تعمل ايه? تقلل الزاوية بتاعت التصوير. لو حصل العكس. حصل اللونجيشن. يبقى معناها ان الزاوية قليلة. فانا هزود زاوية التصوير. طبعا ما تنساش ان احنا بنزود بالبوزتف في القبر. بالنجاتف في اللور. عشان الفوق بنجيله من فوقه ولتحت بنجيله من تحته. ده بالنسبة لزيادة الزاوية. ونقصانها العكس بطو. اوكي? طيب. you should know how to correct the failure. عارفنا? failure correction بقى is the success. هو ده اللي احنا عايزين نوصله. عارفنا ليه? ان الفيليار ده part of success? انت لازم تبقى عارف. الفيليار to avoid. detect the failure to correct. you should know how to correct the failure. ده هو success. ودي حاجات هتقابلنا كتير جدا 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 في الاشعة وفي حياتنا. احنا مسلا في الاشعة وفي الطب عمتا احنا بشر بنغلط. الحاجة التانية احنا بنتعام مع انسان. يعني بيتغير. ممكن انا بصور له اشعة يتحرك. اه الظروف مختلفة. الانسان مش واحد زائد واحد ساو اثنين. فيه قواعد كتيرة جدا بتختلف باختلاف الشخص. وباختلاف السيستم اللي انت بتشتغل بيه. وباختلاف مهارة الدكتور. فاحنا معارضين للخطأ. اي حد يقولك ان هو ما بيغلطش. ده كلام وهمي. الكلام الصح اني فيه اخطاء. بس الصح انك تتعلم من الخطأ. الصح انك تعرف تصلح الخطأ. هل الكلام ده نظري بس ولا قابل للتطبيق. طبعا الكلام قابل للتطبيق. وهد ليه قدامك. دي حالة عندي في العيادة. صورت صورة اللي هتغلط. عرفت انها غلط. صلحتها. لقطت ان الكافرس كرو مش راكب في مكانه. بالتالي حقدر اصلح الموضوع. ممكن يكون مش راكب مما كما عشان العظم. عشان الصفتيشو. عشان مربطش كويس. عشان شايفت انه مش راكب في مكانه. عشان انقذ نفسي انه ما يفكش. عشان ما يعمليش انفلاميش. فيحصلي كريستال بون لص. ويحصلي مشاكل كتير. قادر اتغلب عليها عن طويق صورة اشاعة مزبوطة. انا عاوز اقول لكم سؤال. في حد من اللي شايفه طبعا الصور دي مقصوصة. حد يقدر يقول لي. الفرق في السنسور بان الصورة دي والصورة دي. عاوز حد دقيق الملاحظة. بس كده عالمثلث ده. جايز يساعدك شوية. بس مش هجاوب. ممكن اجاوب ان شاء الله المرة الجاية لو ما حدش عارفها. اوه في حلقة السنسور ان شاء الله ربنا اكرم كده ان شاء الله ونعمل حلقة مخصوصة على السنسور. اخر رسالة معنا النهاردة. لو انت استفدت باي حاجة من التوك اللي هتكلمنا فيه النهاردة ده. لو سمحت بلغها لزميلك. وزميلك هيبلغها لزميل تاني وهكذا. وما تضمنش مين اكتر واحد هيستفيد بالمعلومة. احيانا انت بتوصل المعلومة لشخص هو بيستفيد منها اكتر منك. ويطبقها اكتر منك. وده في الاول وفي الاخر بيصب في مصلحة المريض. يعني حيرفع من مستوى الخبمة العلاجية اللي احنا بنقدمها. لو انت شغال في مجال اليدوكيشن. حاوتضيف ده للمنهج. بحيث الناس تستفيد. لان دي حاجة قابلة للتطبيق فعلا. يعني علم هيعرف يطبقه ويستفيد به. ينتفع به. شكرا لكم اذا كاترة. واتمنى ان شاء الله الفيديو ما يكونش تجاوز ربع ساعة زي ما اتفقنا في الاول. واشوفكم على خير ان شاء الله في موضوع جديد او توق جديد مع كون بيم كلاب. السلام عليكم.